الآن قد يسأل سائل أحال الله الكافرين على قوم هالكين على قوم مهلكين فكيف سألوا أهل الذكر وقد أهلك الله من أرسل إليهم بالذكر فكيف يسألون وقد أهلكوا هذا عباد الله من مثل ما قال عبده الصالح خليله ووليه ونبيه ورسوله إبراهيم قلت هذا رفعة ورفعة على قولهم شيخ الإسلام هكذا نفعل اسمع خليل الرحمن رسوله ووليه وصفيه هكذا يكون الدين فقال إبراهيم بعدما كسر الأصنام وجعلها جذاذا قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يذكرهم إخوانا يتوعدهم لما قال إبراهيم طالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين واضح سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا اسمع فسألوهم إن كانوا ينطقون فهذه من الله للكافرين اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون هذا بذاته عذاب عليه اسألوا المهلكين أمثالكم اسألوا أمثالكم الهالكين أنكم مهلكون مثلهم في آخر سورة مريم وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزان اسألهم إن شئت هؤلاء الذين اسألوهم إن شئت ليقال هلك القوم فيقال لهم بما هلكم وفيما هلكم واضح إخواننا فلما قال إبراهيم اسألوهم إن كانوا ينطقون اسألوهم إن بقي منهم أحد سألوا أهل الذكر سألوهم إن بقي منهم أحد هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزة سألوهم إن بقي منهم أحد ترجمة نانسي قنقر